بس تدرك المعنى ده وتفهمه البلاء بيأتي في اللي انت بتحبه الصعوبة بتيجي في اللي انت مش عايزه يعني يعني الولد ممنوع يبص على البنت والمبنط ممنوع يبص على الولد وهم عايزين انت لازم تصحط صلي الفجر الساعة خمسة وانت عايز ما تصحاش انت لازم تلبس الحجاب وانت نفسك تبايني جمالك انت عايز ان انت تشتم وانت لازم ما تشتمش هي العبودية كده معمولة كده ان فيك طباعة ويبقى فيك شهوات ويبقى فيك رغبات ويبقى في دنيا بتقولك خد الشهوات دي ولبي الرغبات دي وبعد كده يجي العبودية تقولك لا ما تعملش ده مش بنسبة مية في مية مش كاتمة هي لأ هتعمله بس هتقف هنا في حدود هتاكل بس مش كذا هتشرب بس مش كذا طب انا عايز لا دي مش هتتعمل طب دي لا جاهد فيها هو اصلا ده اصلا الامتحان انتوا فاهمين ده اللي نفسك بتعد كده عايزه هو ده الامتحان لو انت مش حاسس بداي بقى انت مش بتوعبط صح بقى انت ما تحوك عليك في الدين اللي انت بتدين بيه لربنا ولو انت واخد بالك من ده افهم ان هي كده هي معمولة كده يعني مش صدفة مش صدفة خالص ده هو مقصودة كده فلما الغزوة دي تعمل في الظروف دي هو ده المقصود مش هتمفع الغزوة تتعمل يا جماعة هنروح نحارب عدوه وعدده قليل قوي والمسافة اخر الشارع والجو حلو وسهل المنافق هيظهر ازاي واللي عايز الفردوس هيظهر ازاي واللي هيزنب فيتوب وكل ده لازم تتعمل في حتة فيها اختبار قوي يأتي البلاء فيما تحب افهم ده كويس يأتي البلاء فيما تحب فلاحظ ده افهم ده تقبل ده توقع ده افهم ده